مع احترامي لكل اللي بيبعثوا لنا مشاكلهم في قصة حقيقية دايماً بحس إنه رسائل المراهقين أو تينيجرز أو ممكن يبقوا جينريشن زي زي ما بنقول عليهم اللي هم جيل الألفنات فمفهول الجيل الصغير في السن ده بيبقى حلو قوي وبحبه قوي لأنه مش سهل خالص إنه هو يبعث لنا رسالة أو يفتح قلبه أو حتى يتفرج على البرنامج في الزمن اللي إحنا فيه ده زمن السوشيل ميديا وإنه ممكن يتعرف على ملايين من الناس ويقعد على الإنترنت ويحل مشاكله لا ده خلاهم بقى إيه دلوقتي بيفتحوا قلوبهم للناس غريبة أنا ممكن يكون غريبة عنهم بيحكوا لي أسرارهم من غير معرفهم عشان كده مبسوطة بيكي قوي يا سارة مع إن قصتك وحكايتك مأساوية وفي ناس كتير عايشتها على فكرة يعني لو إنتي حكيتي ده مثلاً وإنه ده بيحصل بجد والعهدة على الراوي هرجع أقولك إحنا دايماً بنقول إنه اللي بعث لنا بناخد كلامه على إنه جد وعلى إنه بيحكي قصة حقيقية وعمرنا ما بنشكك فيه بس متفقلة إنه ربنا هيفرجها عليك قريب عارفة ليه لأنه رغم كل الحاجات الوحشة اللي إنتي شايفها دي لسه فيه في حياتك حد بيحبك وقابلك بكل ظروفك ووقف جنبك ومش فارق مع أي حاجة غيرك ده خطيبك حسيت في كلامك إنه شريكي ودخل البيت من بابه وعايز يعمل أي حاجة عشان خطرك عشان يرضيكي ولا حاول إنه يستغل ظروفك أو حاول إنه هو يعيرك أو يقولك كلمة وحشة بالعكس ده رح جابلك قطة عشان تسليكي والناس اللي بيحبوا الحيوانات بيتهيقلي بيكون رحيمين وبيحبوا إنه يشوفوا حد بيهتم بيهم وحد معاهم وهو عايزك معاه وعايزك تهتمي بيه خلي بالك منه يا سارة اعملي أي حاجة عشان تصرعي في الجوازة دي على قد ما تقدري لإنه خلاص أنت شرياء وهو شريكي مع إنه أنا مش مش بحب الجواز في السن الصغير ده وبعود أقول ممكن تفكيرنا يتغير بس أنا عايزك يتنزلي تشتغل يا سارة وعايزك إنه أنت تقفي على رجلك وعايزك إنه أنت تعرف يتجهزي نفسك ويربي يوقف لك ولاد الحلال ويربي يجعلنا سبب في نفس الوقت اسعي وقفي على رجلك الشغل يا سارة الشغل بعيدها تاني لازم يكون عندك مصدر دخل عشان خطيبك دي لقي بنت نجحة وشطرة وطموحة وبتسعة ربنا يراضيك يا بنتي ربنا يراضيك يا سارة خليكي مسكة في أمك على قد ما تقدري حتى لو جوزها مش مرحب خليكي جنبها ما تسبيهاش لأنه رغم كل الظروف دي ماما ما بعدتش عنك ممكن بابا يكون مثلا متقوم قالت له كلمتين وأحيانا الرجالة مش بتشوف اللي احنا بنشوفه كاستات يعني دايما بقول ايه يا سارة بقول ممكن ابقى أنا قاعدة واغيز اللي قدامي أو اللي قدامي تغيزني من غير ما نفتح بقنا بكلمة بس الرجال يا حرم ما ببقاش واخب باله ولا فاهم اللغة بتاعتنا بس أكيد هيرجعلك تاني وأكيد هيعرف قيمتك وهديك يشايف أخوتك اللي اتنين هم حلوين ووقفين جنبك أنا بشكرك أنك بعتتي رسالة تسلميلي وعلى راسي يا سارة وكبيرة قوي عندي والله دايما ايه محد يكون بيتفرج يقولك لا يا عم القصة دي مش شابه قصتنا لأ ممكن تبقى شابه قصتك ممكن تبقى فعيلتك وانت ما تعرفش ولازم تعرف الجيل اللي جاي بيفكر في ايه عشان هما المستقبل بشكركو جدا